أعلنت منظمة الطباء بلا حدود أن شهر آب أغسطس كان من بين الأشهر الأكثر دموية في الغوطة الشرقية قرب دمشق وقال بيان للمنظمة أن المستشفيات الميدانية التي تدعمها أفادت بوصول أعداد كبيرة من المصابين جراء الحمة العسكرية الشارسة التي استهدفت المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية والتي تعتبر من أبرز معاقل المعارضة السورية المسلحة وأحصت المنظمة 377 حالة وفاة من بينها 104 أطفال في 6 مستشفيات وأحصت أيضا 1932 جريحا بينهم 546 طفلة ونقل البيان إحصاءات للمنظمة تشير إلى إجراء نحو 400 عملية بتر للأعضاء